قال الدكتور أحمد فتفت عضو مجلس النواب اللبناني إن حزب الله يتدخل في عدد كبير من الدول وعلى رأسها سوريا مشيرا في لقاء خاص مع أخبار الآن إلى أن الحزب يسعى لخدمة مصالح إيران في المنطقة باعتباره يمثل الأجندة السياسية للحرس الثوري الإيراني حزب الله أصبح يعتبر نفسه نوع من الحزب الأممي يذكرون ببعض الأحزاب المركسية الشيعية القديمة التي كانت تعتبر أن يكون لها انتشار دولي حزب الله يتدخل علنا في ناجيريا حزب الله يتدخل في سوريا في العراق في اليمن في البحرين والآن مجددا في السعودية بمواكفه السياسية لأن حزب الله يمثل الأجندة السياسية للحرس الثوري الإيراني انعكاسات هذا الموضوع خطيرة جدا لأن حزب الله حزب لبناني ولكن أولوياته ليست لبنانية هو مستعد أن يضحي بكل المصالح اللبنانية والعربية لخدمة المصالح الإيرانية في المنطقة أولى انعكاسات هي انعكاسات اقتصادية الآن نشهد أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة في لبنان هناك تراجع في السياحة تراجع في قدوم حتى المغتربين إلى لبنان هناك انعكاسات في السياسة تعطيل الرئاسة الجمهورية تعطيل المؤسسات هناك انعكاس في الأمن لأنه قلنا منذ زمن طويل أنه يجب عزل لبنان عن ما يجري في المنطقة عبر التأكير على القرار السبعمية وواحد وتطبيقه وطلب من كوات اليونيفل أن تنتشر على الحدود اللبنانية السورية لمنع نقل السلاح من الجهتين واعترض حزب الله فبالتالي عندما يحدث أي حدث أمني وعندما يحدث اختراق أمني في لبنان حزب الله يتحمل مسؤولية لأنه منع الانتشارة للحدود منع ترسيم الحدود منع كوات اليونيفل أن تقوم بدورها ومنع تطبيق السبعمية وواحد كل هذه الأمور مرتبطة بتدخلاته في سوريا ترجمة نانسي قنقر